الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نعم يا عباد الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأنا أناديكم أن نتدبر آيات من الذكر الحكيم الله تبارك وتعالى يحكي لنا قصص أو سورة في حياة بني إسرائيل أن نتدبر معانيها وأن نستنير بنورها وأن نتحكم بآياتها والله صبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي أما جم ألكم محمد صلى الله عليه وسلم أما مما سبينتن سبحانه جل وعلا كامل 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 أقصر أقصر وإستدل أقصر أقصر وعلى أسطف وعلى اشتركوا في القناة 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 ايضا لقد سوفيق وتعالى سوفيق وتعالى سوفيق وتعالى سوفيق وتعالى سوفيق وتعالى هذا لأنني كثيرا كانت أفضل لم يدد من الجامع وضعي وضعي محايا سوفيق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة